شهد الفصل التشريع الخامس لمجلس الشورى مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه اللورعة على أربعة قوانين كانت في الأصل اقتراحات بقوانين تقدم بها عدد من أعضاء مجلس الشورى نعم وذلك وبعد أن استكملت هذه الاقتراحات دورتها القانونية وصولا إلى إصدارها كقوانين نافذة وهي تعنى بالشان العدلي والتجاري والرياضي والأمني جهود بناءة أسهمت في تطوير التشريعات في مملكة البحرين بما يتواكب مع كافة التحديات والتطلعات وكان للسلطة التشريعية تحديدا مجلس الشورى دور مهم في رفض المنظومة التشريعية في المملكة بالعديد من القوانين الفصل التشريعي الخامس وفي إطار حرص مجلس الشورى على تفعيل أحد الأدوات التشريعية ممثلة في الاقتراح بقانون شهد مصادقة جائلة الملك المعظم حافظه الله ورعاه على أربعة قوانين كانت في الأصل اقتراحات بقوانين ومنها قانون بشأن الاحتراف الرياضي وقانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل الفقر ألف من المادة 284 من قانون الشركات التجارية بالإضافة إلى قانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تعديل المادة 11 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وأخيرا قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل المادة 424 من قانون العقوبات والذي تم من خلاله سد الفراغ التشرعي في قانون العقوبات الحالي القوانين التي صدرت كانت من تخصصات متنوعة رفلت المنظومة التشرعية بمملكة البحرين بكل ما من شأنه تعزيز بيئة المجتمع بأشخاصها الطبيعيين والاعتباريين لجعل المناخ المجتمعي والاقتصادي مؤطرا ضمن تشريعات تحفظ الحقوق وتعزيز سلطة القانون وكان جلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه يؤكد دائما على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية وتنفيذية والأهداف التي تسعى لها الحكومة الموقرة تتأطر ضمن التشريعات التي تشهد تطورا عاما تلو الآخر من أجل نهضة البحرين في المجال التشرعي ولعل المجهود الحثيث لمجلس الشورى شاهد على التوافق والتعاون بين السلطتين التشريعية وتنفيذية ترجمة نانسي قنقر